رسول إعطاءة الوصول السمعون أرىكم مصادرات يجب أن أرجع فقط أن كل أحد أو يكون المملكة يسأل نفسه وجهه إلى أن أردت ستركسط أجزائي هناك أشخاص جاء لأخطر صحابهم جاءين و هناك أشخاص جاءين لأنهم يتعرفون وكي يحاولون أن يرونه وإذا كانت أخطروا أشخاص جاءتهم و هناك أشخاص جاء و هناك أشخاص جاءت أنا وقال بداية جاءت الصف و هناك أشخاص جاءت في السلوار العامة من قولك جير شر الكبير أصلايا من قبل أن اصنع صف لكن كل الأداب نفسها من 75 مم و يأخذ الامطقة إلى صف و كما أن أصنع الصف و أنا لا يعرف أن أطلع فلوق أو أزل تحت لأن أتخذ أداب أجهد عن المجنون ولا أتخذ فأني أتخذ أداب فهده كان الاختلاف و أصنع صفات أخذها أنا أتمنى أن الناس هتقول إيه؟ فأنا أخذ الناس لن يهميش بسرعة من الناس هتقول إيه فأنا أقرر بحيان أن نصعد إعلامي وإذن أنا كان هنا فيه للأول إعلام أن أدخل كل ما هي الأداة وكسر إعلام وذي كانت المداد المدادة شوية ممينة لكن ما أحبت من ذلك أعمال المطلق من البداد شوية ما أحبت من ذلك شوية أنت عندما تدخل مجالي ألابد لازم تزاوي مدد من الداخل يعني لازم تيجي مثلا ثاني إلى ثالث أجلات تدخل في أي مجال فأنا أمطلق أي قليلة تقول لك أن تنزل متدالبة متدالبة جميعا غير مشتابة فلوس لا يوجد مشكلة أخذ فلوس هل ليه؟ ما أعرفش أنت أقوله أنت وظروفة جميعا رحت أول ما أفتدت أقول إيه رحت الوقت وقعدت السلامة بجانة أولا بجانة طيب أنا كرامني مجيت مع المفترة كبه بدأ أقول يوم السابعي أنا كان حادث يقول له أن أدخل به السابع وقت فأولا بجانة أولا بمشاركات في الأعنام سألت نفسي سؤال ماذا أهم حاجة التي تسألها هي هل ترى أي خبر؟ مين يلقى في الكلام؟ مين يلقى في الكلام؟ فمين يلقى في الكلام؟ أو أنتك يا رجل مطبكي تشوف حاجة مثل ذلك؟ مثل أنت تشوف فيديو عشان تتأكد بالإلتباب تحدي أنا لم أفترعش فرحانا قصحفي حتى الآن لم أفترعش بأي خبر هرقني أو خلص وبدأت فعلا بحيثت إلينا أبدأ أوصف كل حاجة بعملها في الفيديو وبدأت خدمة يوم السابع أكادمي لما كلموني يوم السابع أول واحد أبيدي كانت يوم السابع أحياني نظرية حيث أبدا أنا مكنتش نزلتها ومكنتش عارف المجهة هي جاهلة قال لي أنت تتمرق في حياتك بداية مرحلة مرحلة بتبدأ تأخذ فيها بتبدأ تشتغلتها كتير أول ومكنتش نزلتها المرحلة بتبدأ تشتغلي يعني كتير ضرور بس يعني بتبدأ فلوس 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 المرحلة أخيرة أنت ما بتشتغلش أزالس بتبدأ فلوس يعني أنا بتشتغل ضعيف خلاص وبتبدأ فلوس كتير فأنا أقودش بشدة المجهة بس في الأول فالآخر هو الموهي فأنا عايز أأتي أموه نوت وعايز أصار إلينا فيه وده اللي قد ديها لي فعل بخطة يوم السابع انتفق معاهم بأنه ما فيه فلوس ثلاثة الشهور حتوقت من جفر أو قاعدين أجمعاتنا من المحل وعن سفر كله ووالعود هكذا إزايا المهم خطة بس خاصة لا يوجد فلوس وبدأت فعلاً أشتغل في اليوم السابع أول يوم ديها شهرة في اليوم السابع كنت هذا أراضي ده كان أول يوم وشهرة في اليوم السابع لا بدون راح شهور دي في مجال الصحافة أولاً ما أشتغل في الصحافة من 2011 خطة مجرده من أحداث كلها حتى أنا خطة وفاق أما تكون واحد شهور في مجال الصحافة تتبقى مثلاً موردر الساعة 9 لو أنت شطت الأول في المجرده فأنا طبعاً أعزائك نفسي الانه كويس فروحت إلى هنا كنت واحد وكنت واحد يوم ديها في مزارة العدر أنا عندي موردر في وقفة موظفين مزارة العدر في 2012 قدام المزارة فالمفروض الوردر من خبير ساعة 8 روحت في الساعة 9 ورحت في الساعة 9 كان لسا موظفين يديه وكان وزيد العدل كنت أشاهد كان لساعة 9 كان لساعة 9 بدأ يحصل طبعاً موظفين الموظفين اللي موجودين وبدأ يزود الموظف الموظف حط يده بداية بداية الأساسير عشان مش عايزه نفع وبدأ يزود الموظف من روشه فبدأ الموظف يزع فأنا انتربط لنا وإحنا مش عميد وإحنا مش عارف إيه وعاميه هو الكبير أول طبعاً أول صحفي وحيلي من الوجود ساعة بصورت بالكاميرا الصغيرة وقالبت بالقرمان وبلغت وترون فيه كذا كذا وزيد العدل على الموظف الموظف وانتربط عليك بالقرمان قال لي أنت عائلة تتولي تتكلم عن وزيد العدل حقيقة يعني ذلك الخبر لو كنت سليم انت تتحل في الصفر فقالت لهم الواصف من هذا يا جماعة صوادر عن الموظف في السفر وقال لي أني حصل وقال لي حصل طبعاً قلت له وقال له وقال لي وقال لي وقال لي وقال لي بجرد لقد وجدت قراره وقرب عام الخبر الوظف الذي كان يولينا بضع بعدها تخلص دائم الزهر في الزهر لم يكن هناك شيء حصلت والصحف التالي يرسل على صحف الكذاب وكلام دائما ما حصلتش بط الحاجة اللي بدأت بطلالي ومتزمت إدامة سعيدة سعيدها كلامي واقعي جدا كلام الأدواج اللي بضع طبعا في كل القراءات اللي هو مطرفش بس أنا معاي في الفيديو بتاعي وما كان لسا سفنه اللي حاسي وهو يعني يقول إن الواقع مسجنة عائلة فده سعيدها تخلص دائم الزهر قال لك إحنا عايزين نقول النوت وعايزين نطور صحافة الفيديو في الجزئية اللي ينزل لكل الأخبار اللي عامنا لتتتلقى بالفيديو طبعا عندنا النوت دائما مكملت بس أنا الأول ما خدت اليوم سنع وانا مركز في المجالة اللي هو أنا حروب بكون روحة اللي أنا أكون متواجد في المجالة اللي هو دي ما أعمل حاجة شوية تكون مختلفة فإن فيه دائما في المجال اللي أنا أقول لك الحاجة تركتها ما تروحش تجيب واحد ما تبقاش انت الناس كلما تطلع في الفيديوهات تحليل كله على تفوق فإن ما تطلع تعمل تحليل كله عمالت جديد الناس استانت نجدين أو أنت عاملين الناس جديدين فش حاجة لي أتعلم الفكرة لك أنت تقبل للناس حاجة ده والناس فتقبلها وتكون أنت مؤدن للناس حاجة فكرة هي عايزة وده أنا أكت بلا فإذا كنت تحليل بلاد منامج الدوكش نحن لا يعلم أنك المواجدين فإن المواجدين فيها مثل المواجدين ليس عملي كدة في الكرة بلاد منامج الدوكش هو بلاد مواجد الليل يعني مواجد الليل يعني أنها لم تنتظرون في المرعب في المرعب بالزبط بإ作ل المرعب ولكن هناك 12 مرعب ليكون فيه 13 كيلة تلفزيون 13 كيلة تلفزيون في التلفزيون ما تسبح عن أحداث مواجدهم من المبارذة أنا لم تفرحني أنت إن كانت تصغير في 14 بارة، وإنما أنا لا أعلم شيء وإن أنا صحة في سوريكا مليش في أي شيء الذي أنا فكرت فيه، أنا أريد أن أفعله في 14 بارة من الأول عندما أخذت المجاة، كان هذا الدولي معلوم في فاطلة الأحداث ومع ذلك، فعد ذلك، يوجد أحداث كثيرة لأنني أشتغلت كل الأحداث التي كانت في مصر من الأول ومن فطر، ومن حد لما أدنى هيديت الحمدل فأهمت الحمد لله، كانت في كل الأقسان جزء منه لكن بعد ذلك، كان الناس بخطة مخالفة شوية في مجاة القضاء وهو بغول الكواليسة في يوم الأيام، هناك كثير من المجاة، في مصر، الناس تسأع يوم في أي حاجة طبعا، كانت الحسان عسا مباري العسد، بسشارة مباري مصر الناس يقولونها كده، دائماً لديهم الحاجة بذلك كل مترعين جواب يسألهم المعامل والأيام فأخذت في الوصف 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 وحصل الكناة كبيرة جداً، كانت الحسان ومباري المشكلة كبيرة جداً، وما كانتش سعفة في جمهور لأن الجمهور كان ملنوب بالحضور، وليس صاحبين اللي حضرين وقناة التلفزيون ساعتنا بتركس على الأشياء اللي فالناس كنت أردت أن تسأل إيه اللي حصل، فاللي حفظة، أنا لو أردتك الفيديو، كنت أشاهده كناة بس أشتغر في جمهور كناة، فلكن الأول يوم قلت وقلت، حصل واحد اثنين تقلات بعدين كنت أعليم على مطيفة جاناً لديهم بلدانس حاضي، في الجرون، فواحد صاحبين هي المسلم برنامج الدكش كنت أقول له أنه موجودة أنها أسمى خطر صحيح موجودة أن تأتيم فرياضة ليسة، أخبر اخر برنامج الدكتب بعد، بالضبط، تغذر برنامج المنطقة، الحمد لله، هذا أركز على أهم شيء أهم شيء أكتب، ناعب وبطالب، قسم، أنا لا أستعرف انه يتحمل في حفرة، في غرفة، ضررر شفاً، ضررورة، شفاً، ضررم، ضررر، لا أعلم كان هناك مشاكل لديهم مصارفة ومصارفة 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 فبدأت أقول الحاجات تقول لا فقط فيها بعد المطش حدوثة من أخذ أحياناً لا أعلم من الحلم أن تتعود في المطر الحديثة يوميات مش حافلينه ويوميات فالناسكم لم تتعود فيها في المطش فأنا حبيتها عملتها نفسياتها في المطشات لكن ليس أخوانيات خاصة فأي شغالتها في الكوانيات خاصة هي على الإعناء عن ملخص اللي حصل هذا ما يجب عليها عن المطش ما ضفعش فأي المطش وعقول إن اللي الإيد ده كان كويس وإن اللي الإيد ده مش كويس الحمد لله سأعتها الحمد للأول من الناس الموجودة في مصر اللي عملت المون دور في الدابة وهي فكرة الكوانيس لأنني أجب الكوانيس الناس مش بها ولا ناس عرفها ولا ناس كان لحد أعرف أين حصل فيه الناس كنت أشاهد أن أعرف إباع الخطور أو الإجازة فأمنها على الخطور ومتحدش معلين من أخصان مراجون ولم تتعلم أن العيد ده وردت أجنبه ومدار الدور وعن العيد بعدها كل هذا كان محتمل جدا فيه كل الجمهور بحب الجرط وعلينا الحمد لله من بعدها كنت الحمد لله كنت تعيش من مجرس أبو صابر الواضي وعشان أضطي كاسر عالم لهذه وبعدين الحمد لله كنت في كاسر عالم لهذه لكتر والبطول العربية وعلينا الحمد لله أخيرا كان كاسر عالم لهذه وحيبا الى صحفي يجب أن أقبل حدث فيه هو كاسر عالم فالحمد لله ربنا تردنون أنتم مقود فيها في كاسر عالم الحمد لله فإن فيفا في الوقت عندما كنت في كاسر عالم فيه ده كانت فترة لنجب أن كاسر عالم لكن فرق معي جدا لذلك موجودة في أكبر كالرية في العالم وهي كونس بوت كونس بوت أكبر جراره أقوى القرام في الأحجاسي فأنا يا إم هاعمل حاجة جديدة يا إم هاعمل حاجة زي أي صحف وكاس الألم أنه في أكثر من خمس ستلاف صحفي على مستوى الألم جديد فأنا أقدر أجيب حاجة مختلفة على الناس دي يا إم هاعمل حاجة زي أي حاجة من الناس اللي جاينة الحمد لله على التالي موتش اللي يفتكسر على قدرت خليها كاميرا تغير كل الخطتها في اللي هم أجانب مميلوا إيه؟ خلييني للأمير كان الأكشرة الأمير من الأوحاجة اللي يجبوه هي الدوان الأمير هم لو كانت اللي يصوروه وكانت اللي يجرون الأكشرة الأمير وعند تالي حلقة دائية في موتش المغرب كان فيه أكشرة للأمير وإحتفالهم في ذلك ودورت البصرة الأمريكية فيه كنين من الأمير شايروا فيديو بتاعي بلوم بتاعي عندهم على صفاحه والاستجهار وخصص الكاميرا مخصوصة للأمير عشان تكونوا معهم وبعد كل المغربة حاجة الأخيرة طبعا اللي أنا أريد أن أقوم بها اللي أنت أحمرك اللي أنت فيه كوم أنا أقوله طبعا لو فتحت أول فيديو أول فيديو عملته في الدوش هتقولي أن الرابط دا ما يدفعش أتكلم فقط خلينه بكلمة ما بتكلمشه ومش عارف أتكلمه دلوقتي الحمد لله إن شاء الله إن شاء الله هتشوفوا هتحسوا خطوة وخطوة كده في داية نجاحك مش هتتكلمه مش هتتكلمه كل هنالك اللي أنت بتعمل شورتك شهرية تانية شورتك مش عارف بإنت هتبضل تفحت كده وقت فعلا لو أنت كنت مؤمن من اللي أنت عايز تحققه هتكتح فيه وهتحقق فيه كثير من اللي أنت تتوفق فيه لأبعد الخطوة أنت ممكن تتوقعها وفعلا مش عيدة واللي أنت تكون في البلاية إساة بتتعلم العلم أنت تكون منتظر للمحبية ساعة إن نفسها سواء في الشغلة أو في الكلية أو في مش عارف ايه موجودة وهتلاقيها بس طول ما أنت ماشي جاء برهبة أنت مش موجود وما حالش أتكلم عنه طول ما أنت تحاول أن تسعر وتحاول أن تأخذ التقربة الصح هتكون لديه نجاح حي بصراحة في الأخير أنا أريد أن أقول مثلا معيها الصحافة ليس تشهيد الصحافة ليس استقراض الصحافة ليس التزاز أنا ما أقتلعش أنا كنت أجد كواليس فعشان هذه الكواليس ممكن تكون فيها حالة إنسانية ممكن تضايع مجالة يعني صوت فيديوها أنا أعرف من الناس أنا وفق إن لم يكن أحد في مصر وليس أتكلم عنه ولكن هذه تنتبه مع الأخلاقيات أنا ممكن أنا شواليتي كثيرا من الناس ممكن يكون ممكن يكون الغطران ولكن هناك حالة التي تحصل في الأخيرة ممكن تلفظ لشخصية أو تسمع من البنون أو من الشخصية ممكن كذلك فأنا مش شايف من الصحافة التي صورتها لشخصي يعني أنا أنا مريش 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 فأنا تعرف من 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 اختصط الصحافة هي مريش من المقبل نفسك لأغلب مشاهد المشاهد الحمد لله خلال أمر في مريش عمري تحصل مريش على صحافات لأنني أتفع فيها المتشوق المتاعي لكن الصحافة تحفظ خرورة أي موضوع من الصحافة أو أي نقل الأخبار وأن الأصباط ليس صحافة أتمنى أن أخبركم بأي حالة مقصود جدا من التجربة اشتركوا في القناة